مرحب بحضراتكم مشاهدين الكرام وهنا أتحدث عن فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج والحقيقة لا أخفى على حضراتكم سر قبل الحلقة على طول كان في الدكتور بيستمع إلى تلاوة للشيخ عبد العزيز علي فرج وسألته عليه فقال لي ده قصة فأرجع أراحب بفضلات الدكتور علي جمع ونبدأ هذا الحديث في الدكتور أهلا بحضرتكم أهلا وسهلا بكم شوقتين فضلتك أننا أسمع القصة لا أصله هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سيدنا الشيخ عبد العزيز يعني الحقيقة هنقول قصة كلمة قصة طبعا دي كلمة تركية من كلمة أستاذ أستاذ فارسي لما الأتراك عملوها قال أستاذ 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 فطلعت أستاذ فده ده لما كنا بنتعلم التجويد على إيد المشايخ أمكانوا يقولوننا أنه في حروف مرققة وحروف مفخمة الحرف المرقق لما يجي جنب المفخم يبقى في مشكلة هتنطق إزاي يبقى لازم ترجع شفيفك لورا وبعدين تلحق وتيجي وانت بتقرى الحرف اللي بعده مفخم تطلحها قدام لورا يبقى مرقق لقدام يبقى مفخم كان سيدنا الشيخ الهامداني يقول لي علشان ما تنسهاش المرقق يبقى زي البسمة يبقى كده يبقى رجعنا الفم الورا والمفخم يبقى زي البوسة يبقى طلعنا شفيفنا كده وكانوا يستدلوا بكلام ابن الجزري في الجزرية وليس بينه وبين دركه إلا رياضة امرئ بفكه يعني روح كدهو كدهو رايح جاي علشان يمرن العضلات بتاعة الوش والعضلات بتاعة الفم للنطق الصحيح فحاجة زي مثلا البه لما تيجي بعديها الصاد مثلا با ما تقولش با لأن البا من حقها الترقية با صي يبقى ما تقولش سي لحسن تطلع صين يبقى با صير فالبا اللي هي بنقولها كده نقول با مش با بصير سهل الصاد مفخمة نخلي البهم مفخمة معها وخلاص ومن سعد من جور السعيد يسعد بصير على طول متنسي بصير كل حرف بحقه ومستحقه من مخرجه بما يستحق من ترقيق من تفخيم من حلاوة وجمال دون تكلف ما نشعرش أبدا بلا تكلفي بصير على طول يبقى إذن ده أستاذ كبير قيمة كبيرة حاجة كبيرة قوي بأنه يصل بالإتقان وعدم الاستهانة يعني بصير وبصير 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 ما هي واحد لا ما عندناش الاستهانة دي ده إحنا عندنا التزام بأن يخرج كل حرف من مخرجه بطريقته وصفاته فده اللي بقولك عليه أنه لا ده قصة كبيرة قوي وإحنا بنسمع صحيح بنتأمل في معنى الكلام صحيح مبسوطين من الصوت لكن كمان مبسوطين من الأداء من الالتزام من التدريب الراقي اللي وصل إلى هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر